موسيقى السلام عليكم نعمل لباس على خير الأحوال طيبة إذا كنتوا أول مرة تتعرفوا القناة رحبكم معنا تفضلوا بالاشتراك ولا تنسوا تفعيل الجرس باش يصلكم جديد الدروس لما عنا حصة خاصة بالكروشي هنتعلموا فيها طريقة عمل اليد بالرد على شكل طائر الهدهد موسيقى موسيقى كروشي جوجو نص وغنطلع 11 سلسلة فهد الموديل ب11 سلسلة يجين الحجم دياله موين بغيته صغر غتطلع 10 سلاسل بغيته كبار غتطلع 12 سلسلة موسيقى نعمل العقد البداية واحد بشوش 3 4 5 6 7 8 6 10 11 بالإضافة لهد 11 سلسلة الموديل غدين زيت 3 واحد جوج 3 غدين عمل لفه وغدين خلي السلسلة اللولة والثانية وغدين خشي الكروشي في الثالثة غدعه وغدين خدم عمود من بعد لفه ونشتغل في السلسلة التالية عمود آخر لفه وعمود آخر يعني هد ستركامل غدين خدمه آه عميدة شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم الطول اللي حصلت عليه شحال ستة سنزيم باش يجيكم هاد الموديل معين دباً غادي ندور غادي ندور ها نقام الشبه دائماً بالأعميدة غادي نجيل الجيهة المقابلة هادي نجيداً بقاها فعينة خلي هادي يعني لاحظه ها يرى نخدم سمعنا جاية في الدورة سفي هادي رها عمارة غادي نجي من السلسلة اللي حداها اоїا والد كانضر a جيهنا يام من العمودلي نلحظه في الدورة ما كان زيد لا سلاسلة ولا كم قا تابعه غير يعني هذي السلاسل كم قا تابعه هم كان عمرهم بالاعميدة صافي هنا يلاحظه هنا يرا السلسلة عمارت صافي هذي ننتبهه في الدورة ما تعمره شي سلسلة هذي هيا عمارت اه دنجي من اللي احداها صافي واني مقامشا بنفس الطريقة مفحقها هذي سهل ما في شي زمن شي صعوبة انا كن دون وقيلة هو اسهل موديل كاين في هذي داد البرد وغير مكلف حتى بالنسبة ان الماتيري اللي تخدمو به اه يعني السوفة هذي الكيلو راه هرخيصها مشي شي حاجا غنيا وحتى الوقت باش يطلع ليكم اراه دغيا غير في العشية هكذا مع الميرين دا تقلس اراه دغيا تطلعه يعني في حوالي انا بالنسبة لي راه في نص ساعة كي طلع هم معه بالزربة اراه دغيا كي طلع سافي لاحظوا معي الجوانب كيفاش كي يجي هما بدو كي ياخدوا الفورمة الدائرية ها فسافي انا دبا غني مقا خدامة كندور الخدمة كندور هاد الاعميدة هتا غدي نحصل الى هات الشكل دبا نبت مني هنا يا وكنخدم في سطور هتا غدي نحصل الى ستد سطور واحد واحد جوش ثلاثة عربة خمسة استا نوصل الى ستد سطور ونرجع باش نوريكم تاتيم ما دي الخدمة سافي كملت ستد سطورة اللي اتفقنا عليهم واحد جوش ثلاثة عربة خمسة استا واحد جوش ثلاثة عربة خمسة استا غدي نزيد نخدم عمود اخير باش نلحق نجن بدل خدمة سافي انا وصلت بالدب نجن دبا غدي نشد هاد الخدمة بمنزلقة انا نغشي كل شي هنا سافي هاد المنزلقة هانا شديد هاد المرحلة اه من الخدمة هاد الموديل اذا دبا غدي نطلع ثلاثة السلاسل واحد جوش ثلاثة انا نعتبرهم كاول عمود من اللفة وفي نفس الفراغ غدي نخدم عمود ثاني وضع من اللفة في السلسلة التالية غدي نخدم عمود واحد اللفة السلسلة الموالية عمودين في نفس الفراغ هالول الثاني لفة عمود واحد الفراغ الموالي لفة عمودين في نفس الفراغ الاول والثاني الثاني دبا انتم فهمتوا الطريقة دبان احنا يماشين وكنوسعوا يعني اللعنية قد يلها الطوية كمقوا ماشين عمودين في نفس الفراغ من بعد عمود واحد عمودين في نفس الفراغ عمود واحد عمودين عمود وحنا يماشين حتى كنشدوا الدورة كاملة هده هنا هيا منا عمودين هنا يا واحد هده هنا هيا منا عمودين هنا هيا واحد هنغا نكمل هاد الدورة بنفس الطريقة اللي شرحت لكم ونرجعه في نهاية السطر بقبلي عمودين في نفس الفراغ العمود الأول العمود الثاني هنا في هذه السلسية نحسب واحد جوج نغشي كروشي في السلسلة الثالثة وأغلق العمان بمنزلقة سفي أنا كملت سطر السابع لاحظوا بالليب لأنه ياخد الطيار دكا يسع في سطر الثامن سنخدم بنفس الطريقة دائما عمودين في نفس الفراغ من بعدهم في السلسلة التالية عمود واحد إذن هنا سنخدم ثلاثة سلاسل واحد جوج ثلاثة سنعتبرهم أول عمود نعمل لفة وفي نفس الفراغ سنشتغل عمود ثاني لفة السلسلة الموالية عمود واحد لفة عمودين وهكذا أنا غادي نسامر بنفس الطريقة حتى نكمل سطر الثامن ونرجع في نهاية سطر الثامن بقالي نخدم عمود واحد في نفس الفراغ ونشد بمنزليقة في السلسلة الثالية سفيكم مننا سطر الثامن هكذا كيجي كنحصل على دائرة مرتاحة دابا غادي نخدم مستر التاسع غنطلع ثلاث سلاسل واحد جوج ثلاثة نتبرهم عمود ونخدم عليهم سلسلتين واحد جوج نعمل لفة كنقزو سلسلة ونخدمو في اللحداها عمود واحد وسلسلتين واحد جوج لفة نقز سلسلة ونخدم في اللحداها سلسلتين واحد جوج نقم السمرة بنفس الطريقة دائماً غادي نقز سلسلة ونخدم في اللحداها عمود بسلسلتين واحد جوج غادي نستمر بنفس الطريقة سطر بي كامله ونرجع عمود بسلسلتين ونخلي فراغ عمود بسلسلتين ونخلي الفراغ حتى نظر نوصن ما يبديد قتلي آخر وحتى فات السطر ولكن الأخيرة ما كنعملوش إليها سلسلتين في السطر العاشر غادي نشتعلو وسط هاد الفراغات فباش نوصل من أول فراغ سني ولابد ما نخدم منزلقة ثانية هكذا وضع غادي نطلع فوق مننا ثلاث سلاسل واحد جوج ثلاثة هادو هما أول عمود نعمل لفا نعمل لفا نشتغل فسط الفراغ عمود ثاني وعمود ثالث هكذا من بعد غادي نعمل سلسلتين واحد جوج هما ده بعدينا هيا ثلاثة عمودة بسلسلتين غادي نخلي هاد الفراغ وغادي نجي من هادا اللحدة ها بود غادي نعمل عمود لفا عمود ثاني لفا والعمود الثالث وسلسلتين واحد جوج غادي نخلي هادا نجي لها هادي نبقى ماشا بالثالث عمودة بسلسلتين وداع هما ثلاثة عمودة هما سلسلتين وصلت دابا الاخر ثلاثة عمودة هاد السطر هادو سلسلتين ها هنه يتوقف 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 السلسلت الثالثة المقابلة ونشد منزلق هلاش ما كنعمل هنه سلسلتين باش هاد الفتحة مجيني ش كبير على خوطة يجون الفتحات في الموضة الكامل قد قد هنه ما غادش نواصل الدورة من هاد الاتجاه انما غاد نطلع ثلاثة سلاسل واحد جوج ثلاثة وغاد نقل بالخدمة على الظهر وغاد نستمر بالخدمة ديال ثلاث عمودة بسلسلتين مخدمة واحد يعني لاحظوا معي هاد السلسل اللولينية كنتعتبر اول عمود هاد اللحدة ها ثاني عمود وهادي ثالث عمود وسلسلتين لفا فهذا السطر الخدمات تكون مختلفة لتحتني لتحتني كنقز وحدة كنقز فارا إنه مهناية وطيلة السطر اللي غادي تكون بهاد اللون البستاش ما غادي ش ننقز احت شي فارغ عن الخدم في الفارغات كلهم وضع دائما غني مقوم بثالث عمودة بسلسلتين هل خلال نقطع 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 لنهاية للسطر بسنوريكم تتم العمل هل لاحظتم معي دائما كانت توقف نهاية السطر لان فيك تكون تقنيات اذا ما وردت لكم شيء اطلع لكم من مودي الخطأ فهنايا وصلت الاخر فارغ في السطر هنايا غادي نتوقف واحده هنا هنتوقف ما غاديش نوصل لهنا وما غاديش نطلع سلسلاتين غادي نطلع ثلاثة واحد جوش ثلاثة واحد ينقلب هكذا اخسجيكم الخدمة أنا من لفة واحد ينخدم في الفراغ الأولان ثلاثة اعمدة بسلسلاتين هتوفوا معي نهاية ستركي فاشنية الجهة المقابلة هيا انا وصلت بهنا ها بقال هنا فارغ غادي نخدم فيه ثلاثة اعميدة واحد جوش ثلاثة اعميدة بسلسلاتين ها هنا غادي نقاف عن طلع واحد جوش ثلاثة واحد وغادي نقلب جوش ثلاثة اعميدة بسلسلاتين سا في هدي هي الطريقة للخدمة كينش يزعمين شي حاجة يخرى جوش ثلاثة سلسلاتين جوش ثلاثة اعميدة بسلسلاتين وغادي نبقى دايرا حتى غادي نوصل هنا ايا وهد الجزء ما غاديش نخدمه فغادي نزيد نخدم معاكم محط ريف باش تسهموني كتر بالنسبة لبنية المبترئات لانا لا توقع وقفت هنا ما غاديش تعرفوا تكمله واضح قلت غادي نكمل هاد الدورة ورجعه لما وصلتوا لهاد المرحلة غادي تلاحظوا باللي في نهاية السطر غادي تبدأ تظهر ليكم واحد زاوية في الرص دياله واحد الفاراغ ما غاديش تخدموه هديك الفاراغ ها تخدمو دائما الفاراغ اللي قبل منه وهو دائما كيكون فاراغ واحد لشكل مربع ها فهاد الزاوية اللي كتشوفوها في هاد الجيهة وفي هادي وراهما كيف كيف لاحظوا فبني كتطابقو هاد الجيهات على بعضهم بني كتطوكم نفس المقاس شي اللي كان باللي الخدمة عندكم مرحة صحيحة فهاد الزاوية احنا ماشين وحنا كنعملو التناقص فبالتالي كيجيونا متطابقين على بعضهم يعني كيجيونا بشكل متدرج تماما في حالة اللي كتشوفوه في الموضع نحنا ماشين وحنا كنعملو تنقص حتى كيصغر لنا الشكل ديال او يعني كيجينا مقوص شاء الله تكونوا فهمتوني ايدا قلت فهاد المرحلة هادي وفما راح يلمجا في نهايات السطر هادي نخدمه فقط هاد المربع هادي نفارغ لي لشكل مربع انا عمروه بثلاثة اعميدة فقط واحد جوج تلاتة وغادي نطلع ثلاث سلاسل واحد جوج تلاتة وهاد الزاوية اللي فيها اه في الرأس فارغ ماديش نقيصها ماديش نخدمها هادي نقلب الخدمة تلاتة اعميدة بسلسلاتين وغادي ندور حتى نوصل هنا ايام لاحظو هنا يا عاود عندي هاد المتلات في فرص دياله زاوية ما غاديش نخدمها وغادي نقلب الخدمة ديالي فحدة بهنا انا مشى انا مشى في الوجه هيك لاحظ مشى في الوجه انا غادي نوصل هنا ما غادي نخدم هادي غادي نوصل هادي غادي نطلع ثلاث سلاسل وغادي ندور فان شاء الله ستكونوا فهمتوني يعني في الخدمة اللي ما جاء كاملة غادي تلاحظوا باللي غادي تشكلوا عندكم زاوية حال هاكدا هاد الزاوية ما غاديش تتخدموا الفراغات دياله وغادي يجيكم بشكل متدرج باش بالنهاية غادي نحصل على هاد الشكل هاد مقوس فبعد ديك التنقيس باقي اللي هنا ايا ثلاثة الفراغات واحد جوج ثلاثة غادي نختم معاكم الخدمة يعني باش تشوفوا طريقة دياله الختام دياله الموديل سلي ما فهمتني شي قبيلاتي ما كنت كان شرح هنا يوم يعني تزيد تفهمني كتر سليت الفراغ اللون عن جينة ثاني والثالث دائما نقلت في ثلاثة اعمل الاخيرة ما كنا نمشي ثلاثة كنا نمشي ثلاثة وهاد المودي ثلاثة اللي كيبقالي في النهايات السطر فراغ ما كنخدموشي وداع هنطلع ثلاثة واحد جوج ثلاثة وغادي نقلب هما دا با عندي بقاوش جوج جوجة الفراغات غادي نقلب ونخدم ثلاثة اعمل الاخيرة كن المعتاد واحد جوج ثلاثة ثلاثة سليتين اللي احدى هذا هو ثلاثة اعمل الاخيرة ثلاثة الاخيرة جوجة ثلاثة 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 لفارغ واحد وهذا سوف نحبس ثلاثة عميدة 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 عميدة للظام سوف نحبس ثلاثة عميدة وهنا غرزة حشو سوف يبقى مستمرة بهذا الخدمة هذه 8 اعميدة وفي الفراغ الموالي كي كنا الفراغ التحتاني غرزة حشو فالثماني اعميدة دائما غريجيكم في هذا الفراغ اللي في الرصد هاد الزاوية وضع هنا وهنا يلتحت غريجيكون عننا غرزة الحشو غريجيكم في هذا الفراغ سوف تتمر بهذا الخدمة هادي هاد البلاسة هادي كاملة اللي غريجي تلحق اللي هنا هنا غرزة حشو هنا يا فراغ المتلة الثماني اعميدة غريجي نتقلوا هنا يا غرزة حشو وهنا ثماني اعميدة ودوره ها ينقل لكم طريقة الخدمة دي اللي يدعي لباش ما تدخوشي صافي وغادي ندورو حتى اللي هنا يا وغادي نرجع باش مريكم كيفاش تفيني ونهاية دي الخدمة وغادي الختمو بغرزة حشو وغادي نجي في هاد السلسلة نحسب واحد جوش السلسلة الثالثة وغادي نشد المنزلق ونقطع الخط هاد الخيط هادو هادا غادي نمشي بهم هكذا يا يعني نخفيهم بين السلاسل وهذا يمشين هاد جيجا يعني ما تهبطوه مشي نجي هاد لو نخدر غادي بانو غادي يجونا بين الفلوجة سامنا سفي الخدمة دي القواس هكذا كتجي لاحظو كيجينا القوس من الطابق الاخه دبا غادي ندوزو باش نزينو الراس ديالتويا غادي نمشي سلاف الكروشي وغادي نبدو من هنا غادي نسبزو الخيط منزلقه وفي نفس البلاسة غادي نخدم جوج مرات غرزة الحشو هادي اللوملة والثانية أعود حداها غادي نعمل جوج مرات غرزة الحشو وفي نفس الفراغ نعمل الغرزة الثانية سافي غادي نبقى ماشة بنفس الطريقة هاد البلاسة هادي كاملة حتى نوصل واحد جوج ثلاثة وغادي نقف هنا غادي نبش يجيكم الشكل فحال هاكده وغادي انا غادي نكمل هاد الماسافة هادي ونرجعه ملي توصلون هنا يا عندكم الاختيار يا اما كتقطعو الخيط وسافي وتحبسو الخدمة يا اما غادي تكمله بستار ثاني فحال هادي نعمل دعبة نقلب الخدمة نواصل بغرزة الحشو في كل فارغ يعني غرزة واحدة غداح فانا كنشوب اللي ستار الثاني كيعطيه منيدر مزاون لهالطيار وكيجيب سبحان الله شاكله كيجيبو قريب تماما طائر الهدهد وانتو ما عملو اللي بغيتو اذا غادي نواصل هادي شرحت لكم حتى ان هنا ونرجعه هاكدا غادي جيكم الخدمة وهاد الخيوط غادي جيبوهم من هنا غادي جرهم بالكروشين دخلون داخل وغادي تمشيو بهم هنا الخيط الزايد غادي تقطعو غادي ندوزو دابا باش نخدمو المنقر غادي نحسب واحد جوج ثلاثة في السطر الرابع غادي ندخل الكروشين ونخدم منزليقة من بعد غادي نطلع ثلاثة سلاسل واحد جوج ثلاثة غادي نخلي هاد السلسلة غادي نخدم غرزة حشو غادي نخدم غرزة حشو من بعد غادي نعمل لفا وغادي نجيل هاد السلسلة اللولية وغادي نخدم نصف عمود يعني نصف عمود غادي نخرجها من بين هاد ثلاث سلاسل اللي عندي فوق الكروشي سافي احنا كمنا المنقر اخر مرحلة او اخر خطوة غادي نولي نخشي الكروشي احنا وغادي نعمل غرزة حشو سافي وغادي نقطع الخيط هاد هو المنقر شوفتو كيف سهل اذا دبنا عادي نندخل هاد كل الشي هيدا وغادي نجبد هاد الخيط للداخل نوريكم كيفش هاتفينيوهم والتاني وغدا نعقدهم اكثر ضروري ما تعقدوهم يعني باش تثبت لكم الخدمة ما تفاكشي سافيهم من بعد غادي تصدوروا بهاد الخيطات من داخل هادا ما كان هادا نكونو سافي كمنا الخطوات ديال الهودهود ديال الطيار اللي ديال البرات شنو بقى تزينوه لحاسب ضوغكم ضروري ملك العوينة هنايا لو اللي بغيتو تقدرو تزوقو هنايا بجوهرات في حال اللي عملتنو هناية في هادا الفرغات تقدرو تمشيو بالسينتا تقدرو تمني در مزعوان يعني كل الوحدة فيكم تبدأ على حاسب الضوغة دياله ايضا تقدروا تجيبوا الجوهرات هنايا من فوق وتركبوهم جعلوا شكلهم رائع جدا انا نتمنى ان هاد الموديل يجبكم تحمسوا وتخدموه سهل في حالي تابعتوا معايا هو فكرة مشروع مربح هو والمفرش ديالو ولي ان شاء الله على نوره لكم قريبا جدا ان شاء الله شكرا لكم على تبيل متابعا دمتم سلمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة